بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهوري النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال أوزوريني أنا صوتي رايح حقيقة من مبارح كلنا كنا فرحانين السعادة كالشيء جميل جداً ودائماً أبداً النادي الأهلي هو مصدر سعادتنا بكرة سنة جديدة أو نهاية سنة قديمة بكرة إن شاء الله وكان نهاية سعيدة زي ما بيقوله مش بطولة واحدة داخلت النادي الأهلي أعرفها كويس جداً ولكن يا شاء الله سبحانه وتعالى إن جمهور النادي الأهلي يفرح بإيد أبطال وبطلاته النهاردة حلقتنا هتبقى احتفال ببطلاتنا وأبطلنا وعايز أقول لكم إن هم أبطال بمعنى الكلمة هم صحاب البرنامج صحاب برنامج الأبطال هم البرنامج معمول عشان نبروز مجهودهم وكفاحهم وبطولتهم في البداية بحب أرحب طبعاً بالمدرب العام الفريق الأول لكرة سالة سيداته اللي كان ليه دور كبير جداً يعني في إحراز البطولة الكابتن كريم إسماعيل أهلاً بيك يا كابتن أهلاً بيك يا كابتن نورنا وألف مليون مبروك الله يبارك في حضرتك ومبروك لنا كلنا ومبروك للمور النادي الأهلي الله يبارك في حضرت يا كابتن معانا نجمة الفريق واللي كان ليها دور كبير والعائدة بعد رحلة دراسة ولعب في أمريكا في دوري طبعاً الـ NBA دوري سوريا الجماعات إن شاء الله يبقى حاجة كويسة اللي احنا نقول إن بيغلطنا ودور الجماعات الأمريكي والحقيقة حققت أرقام كبيرة رجعت طبعاً كانت إضافة كبيرة لنادي الأهلي في البطولة دي والبطولة السابقة اللي يا بطولة القاهرة معانا نديم السلعة وإهلاً بيك يا نديم أهلاً بحضرتك وألف منهم مبروك وعودة الحميدة شكراً شكراً الله يبارك في حضرتك مبروك علينا كلنا ومستنين بطولات كتير احنا لسه أكيد ده لسه أول حاجة ده هتكده بطولتين كده احنا لسه آه لسه كله كابتن كريم أجي لك يمكن بطولة كانت صعبة هيتاني بطولة في الموسم يمكن بطولة القاهرة ما كانش فيها الصعوبة دي ولكن البطولة دي كان فيها بعض الظروف الصعبة مش بعض ده كتير من الظروف الصعبة احكينا يعني عن الظروف دي إزاي تغلبتوا عليها وإزاي لغاية موصلنا يعني احنا كفرقة لسه من جمعين فرقة جديدة آه حصل لنا ظروف عندنا إصابة بتاعة نور علي طلعت بعد كده ندينة صابت بعد كده دخلنا في شوية مشاكل في بعد كده روحنا نلعب فينال الدوري حوار الكورونا ده والمساحات دخلنا في توتر غير طبيعي احنا جينا قبل الماتش بيوم هنأمل مسحة يعني خير سالساة أربعة بالليل أربعة الفجر فهمت كنا رحين للجيم احنا مش عارفين مين معنا ومين مش معنا فلحد ما وصلنا الملعب احنا مش عارفين يعني مين هيبقى كوي يعني احنا الحمد لله بناتنا كلها كويسين جدا احنا رحين مش عارفين اللي 12 مين يعني كابتن علي لحد ما احنا وصلنا ونزلنا من الأوتوبيس احنا مش عارفين من اللي 12 صحيح احنا قلنا حتى الكابتن هابي كونجا مدرب الأحمال ونسخن اللي 14 لحد ما قللنا الأسامل مش عارفين الجهاز ولا اللعيبة مش عارفين اي حاجة. انت مش فيه بس مين اللي هلعب ده? انت مش عارف عدد اللي هلعب دي. اه مش عارفين. يعني. انت ممكن يبقى فيه بعد الشر سبعة تمانية. في ستة. اه فعلا بس. لا سبعة تمانية كلماتش تأجب. لان ما في ستة. ستة كتير برضو. اه مشكلة كبيرة. بس احنا البنات عندنا كان عندهم وعي كبير جدا في الحاجات الاحترازية دي. والحد ما رحنا الجيم وطلقت النتيجة ان احنا كان عندنا واحدة هاجر لعب التمنتاشر سنة. والحمد الله. اه. والحمد الله بقى اللي اتناشر لعيبة كانوا جاهزين. وربنا كرمنا ولعبنا الجيم الاولاني. طيب كابتن يمكن سبورتين برضو كان ينقص عدد كبير من اللاعبين. بس عملوا جيم كويس. يعني اقصد اقولك ان برضو المنافس مكانش سهل. بس اكتنا يسم هوناس سبورتين طول عمره منافس قوي في البنات. يعني من زمان جدا هو منافس قوي. اه بينقص لعيبة احنا برضو نقصين ناس يعني احنا نقصين. بس احنا مش هننقل عنقول الظروف من اول السنة احنا نقصين فلائنا. صحيح احنا كانوا نقصين. اه عناصر مؤثرة اه عناصر مؤثرة. بس برضو احنا العناصر اللي عندنا مؤثرة جدا برضو. صحيح يعني انت قصدك غيابات عندنا وعندهم وكان الجيم في الملعب. اه هو هيفضل حتى البطولات اللي جاءة ان شاء الله ربنا يا كريمنا ونوصل في الفاينال هتبقى المباراة اه قوية جدا. يعني هما اللي ما هيكمل واح نكمل هتتفرج على ماتش كبير جدا. بس المسحة تتعمل بدوي شوية. اه هتفرج على كابتن هايسم على ماتش كبير جدا من الفريتين. الفري منتخب مص. صحيح. صحيح. فهتتفرج على ماتش احسن من احنا شوفنا. دي لقطات النهائية يا كابتن يعني ندين هاي لقطة ندين. ده الماتش الاولاني طبعا مع سبورتين. ندين اجيلك يمكن انت رحت الدراسة في امريكا. وعملت ارقام كويسة جدا. همكونا متابعينك وشوفنا ارقامك في الجامعات كانت ارقام كويسة جدا. ورجعت قعدت شوية. لا ندين راح المانيا مش رايحة كورونا مش كورونا. احكي لنا القصة دي. اه بص كان صراحة قرار صعبة جدا. انا كان حلمي يعني لان اكمل واروح اوروبا بعد ما خلص في امريكا. بس طبعا الظروف اه كورونا ما كانتش احسن حاجة. يعني مشاجرات كده مع اهلي وحسبت كل حاجة كده. فتلاك بقى ان احسن حاجة ان انا يعني افضل موجودة وارجع لنادي الاهلي واددي له الخبرات اللي انا كسبتها هناك. وده انا دية في الاول وفي الاخر. والحمد لله يعني انا شايفة الحمد لله لان اخدت الكرار الصح وطبعا مش ندين علي خالص مستحق. ومبسوطة جدا البادائي اللي انا نزلت والحمد لله تأول بطولة مع نادي الاهلي. طب لدي لامكن اسر كتير مثلا بيبقى ليهم يعني او عندهم بنات على قدر فن عالي في العلعب كتيرة. وبيجي لهم فرصة انهم بسكولرشيب برا في امريكا او غير امريكا. ولكن اهليهم بتقول لا او بنات ما يسافروش ويعملوا. بتقول لهم ايه? اقول لهم ان دي فرصة ما تتعودش. فرصة بجد مش بتيجي كتير. اه لو ما خطيهاش هتندمي عليها جدا بتكتسبي خبر كتير جدا برا حتى البسكت. اه وبهناك الدراسة بتبقى اول حاجة بنسبة لهم فانتي بتنجحي دراسيا عشان تتفوقي في الرياضة وتبقي ملتزمة هناك. فطبعا اه يعني. لديك ضغط مناحتين دراسي ورياضي كمان. بالزبط. لازم تحافظ على مشتوك عشان. عشان داري تلعبي اصلا في المتشاط لازم جي بي ايه معين وهناك هما صراحة بانتي عندك جدول على موبايلك كل يوم صعب تفتحيتش وفيه انتي اليومك كله منظم جدا فعلا ما بيبقاش عندك وقت ا بصلا اللي انتي تعملي حاجة برا مع برا الفرقة برا المكان اللي انتي فيه وهناك هما انتي فاملي انتي واحدة منهم كل واحد يعني نتحرك كله مع بعض. فالحقيقة منظمة جدا واللي هما بيساعدوك عشان انت قداري تنجحي وبيعارفين ظروف ان انتي جاي مختلفة وكل حاجة مختلفة فهما بيبقى فيه كتير جدا وبيبقاش ناس معاك ان هما يساعدوك اللي انتي توصالي يعني اللي انتي عايز حقائي. اضافتلك التجربة دي يعني. جدا 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 يعني احلى اربع سنين في حياتي اك الأهل يبدأت مع هم رحوك這樣子 ممكن بطولتين حصلت عليهم کنال ولسا عندنا الكاز جاي هو ولسا عندنا دوري ان شاء الله السوبر. اه يعني حاسه ولا يعني ان في البطولات تبقى مع الاهلين ان شاء الله حتى افريقيا ان شاء الله لو الاهل يستضفها السنة دي. شهر مارس ان شاء الله. اه ان شاء الله. نفسكوا تلعبوها هذه. نفسي جدا نلعبها. يعني ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحقق ونكسبها ونقوم مركز اول. اه انا شايفة ان احنا في عناصر كتير اه جات الفرقة السنة دي. اه للاسف حظنا مش حلوه في الاصابات. كل ما نرجع نتلم نفكت حد اصابة. كانت اخر واحدة كانت مية حلوة. اكيد لو كانت معانا في ماتش سبورتن كانت برضو الدنيا هتختلف جدا. اه معانا نور علي طلعت اصابتها. بس ان شاء الله يعني قريب تكون ترجع معانا. الماتش الاخير رنت صابت اه صباحة خلع وترد. الحمدلله هي كويسة. بس محتاجة السبت صباحة مثلا اصبوع ان شاء الله. ان شاء الله وتكون معانا تاني. اه فللاسف ان احنا في ناس طلع دخلة طلع دخلة مش ميدينا ان احنا نقدر نساجم اسرع في الموضوع بس يعني واخد وقته معانا. بس انا شايفة ان كل اللعيبة اللي جات جديدة كلها عندها كويسة جدا وكلهم دخلوا منتخب مصر وكلهم عارفين ازاي يعني يتعاملوا مع بعض. واحنا يعني حابين ان احنا ان شاء الله يعني نكسب كل البطولات واناعمل على كده. برضو حتى تعجربتك في الجامعة اه علمتك ازاي تتكلمي في الميديا. يعني انا احس ان انا كلمت معاك يا ابن كده. والله انا مكلمت معاك. انت مكلمت معاك عملت معاك لقاءات ابن كده. بس دلوقتي بيت حدي تاني خالص. او انا ده اصلا انا درسة دلوقتي. او ممكن اتاك اوفر فالس دلوقتي. يعني حملت معاك يا ابن كنت بتتكزب بتاع دلوقتي بقى عندك خلي مالك جزء من كالتشار يمكن كابتن كريم معاي يعني اكد الكلام ده. من كالتشار اللعب او اللعبة ازاي تتكلم مع الميديا. طبعا. لان ده اه شيء مهم جدا موجود اللي هتجزء من شخصية اللعب. صح؟ طبعا. طبعا. اه 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 اكيد. كابتن كريم يمكن اكلمني عن كواليس اكتر. كلمني عن اه انتو كجهاز فني اتكلمتوا مع بعض وقلتوا ايه. اه اه اكلمني مع الجهاز الفني لما عارف ان فيه مساح يعني كلمني عن الكواليس انتو كنت بتقولو ايه مع بعض. اه كابتن علي جماعا انا وكابتن احمد ابراهيم والجهاز كله. اه قبل المسحة ان احنا الحمد لله فرقتنا فيها عناصف كتير كويسة ان انت تعرف تحط اتناشر في الزكور بتبقى بالنسبة لنا ازمة. ان لعبتنا الحمد لله بتبقى كلها جاهزة وكده. فا قبل ما المسحة تتعمل كنا احنا محتارين مين يطلع ومين يخش. فالمسحة دي بقى خليتنا قولنا stop احنا نستني بكرة. مش عارفين حيحصل إيه بكرة اللي هيتلع من الاثناشر هيتلع بمشبك تفكير المتجازف أنا أكيد تشل أه طبعا يعني إحنا كنا عاملين حسابات على ناس إحنا اللي عمش عارفين ناس دي هتبقى موجودة في الاثناشر طبعا لما بلقتوا من الحمد لله تاكلها سلبية بعدها هاجر يعني ربنا يا ربي شفيها إن شاء الله أكيد بإذن الله بسرعة ترجع وأكيد أنتم متطمين عليك حساسكم كان إيه لما عرفتم أن المسحة كلها سلبية ولا عيبة معنا؟ أكيد بقى عندنا راحة شوية قبل الجيم بس برضو البنات لما نازلوا إحنا كجهاز ارتاحنا بس هما كان عندهم نوع من التوتر كمان خلينا نتكلم يعني مصدقية أكتر حتى هما بيسخنوا لعيبة سبورتنج لما تاخدت من فيرد سبورتنج لما تاخدت لسا أنت واخد السؤال بعد ما هاجر خرجت طبعا كلنا كإنسانيين طبعا كلنا مشاعرنا بدأت تروح إن هما كان بيسخنوا مرة واحدة له هاجر فدت فرقة كلها ببص الناحية التانية اللي بيحصل فده جوم توتر كله حتى حتلاقي إحنا كالعيبة في الملعب مش كل واحدة طلعت بمستوى إحنا حاسينا توتر توتر غير طبيعي حتى مش بس على السبورتنج اللي اتاخد هاجر خرجت إحنا مشاعرنا كلنا كالعيبة أو رياضيين اتخطفنا إحنا مش عارفين يا جماعة وإن هاجر برضو لعيبة كبيرة جدا انتعرفتوا إن عملت مسحة وبعاكية تلعة سلبية نفس اليوم على طول ما ده الموقف ده اللي خلينا ما إيش عارفين إحنا راحين على فين يعني الجيم التوتر والبنات بدأت خلاص كل واحدة مش عارف اللي جنبه ده عمل إزاي توتر صحيح فهي ده اللي خليتنا تأثرنا شوية في المستوى بذات في الموتش الأول خلينا يعني خلينا نروح برضو أكتر للتفاصيل وخلينا عرف مين كانتين يعني بعد ما اسمعنا كابت المحمود الخطيب مبارح ومتابع المباريات وبعطلوك تهنئة خلينا عايز أعرف يعني رد فعل إيه على اللعبات ولكن خلينا طلع فاصل زي المشاهدين هتلع الفاصل ونرجع نعرف اللعبات واللعبين خلينا الوقت نتكلم مع اللعبات لما عارفوا طبعا بيان الكابت المحمود الخطيب وتأييده ومبركته لللعبات حساس اللعبات كان إيه ولكن بعد الفاصل المكسب الصعب لما بييجي بيبقى أحلى كتير جدا من المكسب السهل المكسب الصعب بييجي بعد معوقات وبعد أمور بخارج عن إرادتك بيبقى طعمه أحلى كتير في البداية براحب بالكابتن أحمد الجرحي مدرب عام الفريق وأحد يعني أقول إيه بس أقول يعني أحد بقى آيكونة كرة السلة في النادي الأهلي كابتن أحمد أحمد بيك أنا كابتن هايسف أبسوط جدا أنا مع حضرتك والف مليون مبروك الله يباري في حضرتك معايا أحد أفضل لعبي مصر يمكن في تاريخ كله كمان ولاعب يعني نجم منتخب مصر وكان ليه دور كبير أوي مبارح إنه سحب الفرقة لما بدأت شوية الأداء يأهبط معايا كابتن عمر الجندي كابتن عمر مناورنا أحسنت مبارح وأسعدتنا وأسعدت الملايين يمكن أروح لك كابتن أحمد في البداية ببطولة صعبة معوقات حصلت بشكل غير مسبوك غير مسبوك أنا بقول غير مسبوك أعلم جيدا ما أقول غياب لعبين التراب شديد جدا كلمني يا كابتن عن البطولة والله يا كابتلا يا سامي ممكن إحنا نفوزنا بطلات مرتبط كتير بس بصراحة دي الأغلى الأغلى لأن فعلا كل الظروف اللي حواليها كانت صعبة جدا تخيل لما تيجي يعني أنت مكوم فرقة ومتمرن كويس وفرقة ما شاء الله فيها أسماع كبيرة جدا تيجي قابل المطشاط على طول تلاقي عمر الجندي مش معاك هبامين مش معاك عبد الفضيل مش معاك محمد مصطفى مش معاك عمر طارق مش معاك السلعوي لسه مش معاك أنت قيمتك أربعتاشر لعيبة تخيل لما تشيل من الأربعتاشر ستة يعني فاضل معاك ثمان لعيبة منهم ثلاثة مصابين إبراهيم الجمال مودي جرحي مهيم بالزبط يعني عندك خمس لعيبة فطبعا طلبنا طبعا تعرف إن إحنا كنا طلبين أجل المباريات وكده ومش هنتكلم بقى في الظروف اللي هي دية دي كانوا واقع كانوا واقع إنتوا إشتوك بالزبط فربنا كرمنا إن إحنا بس قاعدين قبل المطشات مش عارفين مين هيلعب بعد المسحة مين هيلعب نين مش هيلعب إحنا كنا طلبنا المسحات دي تحصل بدري شوية بحيس إن إحنا نقدر نتأقلم حتى مع الظروف الجديدة فما حصلتش إنت قبل المطش بيوم لا ده عمر طريق كمان ومحمد مصفة مش هيلعبه طبعا كان كارسة آآ عدين الحمد لله من المطش قبل النهائي وآآ يوم المطش الصبح ساعة واحدة الظهر اتنين الظهر عرفنا إن إحاب الحمد لله المسحة سلبية وعمل المسحة سلبية بس إحاب وعمر هيجوا من السرير على الملح يعني مش هيجوا مش هم متمرنين يعني هي بس بأمانة بأمانة اللي اتنين يعني كان ممكن يوصل لمرحلة البكاء إن هما هيلعبه إحنا هنلعب هنلعب يعني هنلعب كنتش أشرف يعني نادرا لما عمل حاجة زي كتنا بالزبط لأ رغبتهم روحهم هي اللي هي اللي لعبتهم اه هي اللي لعبتهم وإحنا فعلا ما بدأناش بهم المباراة الاتنين بس آآ مجريات المباراة وإصرارهم هما على البنش وجوه الملعب واللعيبة زميلهم طبعا يعني خلي بالك برضو ما ممكن أنا كلعبة قوليها ده لعيب جاي ومصاب ده اللعيبة بتسأل من الصبح أخبار اللعيبة يعني شبه من الساعة ستة الصبح سبعة الصبح كل شوية تلفونات عمر مسحة إيه إيهب مسحة إيه؟ لغاية ما الحمد لله المسحة سلبية تحس إن عمر وإيهب لما وصلوا للفندق إن اللعيبة كده زادت قوة يعني اللعيبة فعلا قلبها يعني قوي جدا لو ما إحنا راحين مش حنسب الفوز إيه الحمد لله ودي على فكرة هي دي كانت برضو نقطة إن إحنا المرتبط النادي لاتحاد سكنداري طبعا نادي كبير وعظيم وجهاز الفني على أعلى مستوى والحجم حمد مصلحي راجل أصلا كان لقيه باسكت فوجوده في مجال الباسكت بيسري الباسكت طبعا لكن طبعا كانت من الحاجات اللي هقولك شوية فيها نوع استفز لعيبة الأهلي إن لعيبة الاتحاد لما اتصاب من عندهم سبعة تمانية كورونا فنادي لاتحاد أثار خلاص كده وماتش المرتبط بتاعه وأثاره إن يلعب ماتش المرتبط بس معناه إن هو جاي تقضية واجب إن هو جاي هيجيب اللعيبة اللي هي تخسر عشان ياخد عشان ماتش كبير كده هيكسه دي كانت ليها عامل يعني عكسي عليهم لإن هي فعلا حفزت فريق الناسي الآلي بدرجة كبيرة جدا يمكن عام رجيلك برضو يعني شوف الصعب دي كلها إنت الأول كورونا جات لك منين هو إيه بطريقة هو أول واحد ظهر عليه في إسماعيلية وإحنا بعد ماتش الزمانك الأولاني هو تاعب بين الماتشين هو رجع للقاهرة بعد كده هو عرفنا إن هو كورونا وأنا أول ما رجعت من إسماعيلية كان فيه أعراض يا عام؟ أنا ما كانش في الأول ما عنش تديش أعراض بس أنا عزلت نفسي في البيت قلت أدام إيه بأنا أكتر واحد صحبي يعني فأنا هابعد شوية عن أهلي لحد تاني يوم تاني يوم تزير الأعراض ها وفعلا ما اتأخرتش يعني تاني يوم سخنت وجسمي فتل وجعني كده يومين وعملت مسحة ثلاث إيجابية بقى كان من ثلاث يوم ما بطلت الحمد لله تحسن بس كان بقى فقط لحسة الشم وتزوق آه مكتش موجودة عارض مشكور آه بالضبط بس بقى لما جسم تدد الحس يمتيت بقى بطلت بقى بطلت إن أنا أتمشى في الشمس إن أنا أما أنت قلت بقى تنزل تجري آه جريت كده مرتين ثلاثة ما كانش أحصل حاجة يعني لجهاز المناعة بس قلت عشان لو ربنا أكرمني ولحقت يعني أبقى قادر طب إنت عملت المسحة ليوم المطش دي بالتنصيق مع الجهاز الفني أو إلا أنت اللي قلت لازم أعمل مسحة لعز العرب أنا حضرك أنا عملت تقريبا أربع مسحات كل بعد خمس دقيقة أحيوز أوه تقريبا بيتحايل على مسحة أحيوز لا بتلع سلبي أوه يعني أنا أخر واحدة إيهاب لما عمل مسحة أول واحدة طلعت سلبي أنا طلعت إيجابي لسه فعملت واحدة آخر واحدة دي كانت آخر فرصة لي أنا عملتها وكانت لازم نعملها في حاجة معتمة آه معتمة آه بالزبط فراحت آه جمعت عين شمس حتى أنا فضلت لحد سبعة الصبح مستاني نتيجة المسحة قبل المطش والناس كلمت رأس في المعمل الدوني نتيجة اسم غلط قالوا ليمت آه آه بالزبط وأنا نمت نمت إن أنا خلاص أنا مش هلعب المطش لقيت الدكتور بيصحيني الساعة واحدة بالزبط بالليل واحدة السوق دهر أنا نمت إن أنا خلاص إذا طلع الاسم في غلط إن أنا أصلا مسحتي كتش في المعمل كانت في جامعة هنشمس فهم ما يعرفوش عنها حاجة والجامعة هنشمس بقى طلعت المسحة الساعة واحدة بالزورة بسوقت من النصة والصحة إن أنا سليم يعني بس طبعا نقطيت جبت الساعة يعني آه ولا كنت في لمح بس عقا في أفلام الكارتون لما بيجي شوية الضباب كده وتلاقي عالي الشخصية أنا خدت شانت على دهري وأعطيه على اسم الله طب جازي فاني قال أنا أنا سلبي وأزلعب قالك إيه؟ أنا أنا كنت هو زي ما كابتان عامل بقول لك أنا من قبل أنا كنت بجد مش قادر أنا كنت أموت وألعب إن أنا كمان إن أنا كان بقالي خمس أيام أنا كويس أنا ما عنديش أي حاجة خلاص أه فكت الشم وتزوق حتى حد الوقتي لسه مش مية في المية بس أنا بدنيا حاس إن أنا قادر يعني مش هو ده اللي هيخليني قاعد أتفرج على ماتش النهائي بطوله لا 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 لما أنا فاهم طبعا بس لحد ما الحمد لله ربنا يكرمني وطلعت المسحة ده هو كل يوم يكلمني يا جماعة أنا كويس أنا هاجي ديجي فين؟ ديجي فين؟ ديجي فين؟ ديجي فين؟ أنا كويس لا ما أجيش خليك عندك ولما جاتي عامري يعني على الماتشة وعرفت طبعا المرتبة تكسب وعدينا أمل والتاة وبعد ما طرق علينا نادي الاتحاد 12 بند أو 13 بند حسينا أن انت يعني يلا وفي بسكت جي وعادت الزعف اللعينة أنا كان عندي دمرأ يعني الحمد لله دمرأ ربنا كرمنا أن إحنا سلام إن شاء الله كنا كنت متأكد أن احنا هنكسب هو زي ما الظروف اللي هو ما حصلت دي من لعب ماتش المرتبط وعادة متعجل الماتش ده كان حافز لنا إحنا كلاعيب هتكلمنا كتير قبل ننزل الماتش إن أنا يمكن أنا وإيهاب قنا لهم قعدنا نتكلمنا مع بزادي النسل في مكاننا أنا أعيب النهاردة جايين نساعدكم أنتوا كنتوا أبطال في الماتش الأولاني صحيح وكنتوا قربتوا تكسبوا بس أنتوا تعيبتوا إحنا أكيد مش أنيجي يعني مش إحنا اللي هنبقى يعني صحيح مش أنيجي مية في المية وإحنا بقى أصبع عشر تيام وتنصر يوم قاعدين بس إحنا جايين نساعدكم بالزبط كده إحنا بعد الماتش الأولاني إحنا كلمناهم عن الروح اللي كانت موجودة قلنا لهم إحنا لو كنا نفضلنا في نفس الروح دي إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكسب وده يعني الفرق معنا الروح دي عمر انت لعيب بطولة خلي بالك انت لعيب بطولة يعني إيه يعني العيب بتاعف تجيب البطولة انت حتى وانت نادي جزيرة كنت من أهم عناصر حصول الجزيرة على بطولات كتير فدي الروح دي زارت بإضافة أنت أصلا أهلاوي فالموضوع بقى بالنسبة لك يعني ما شاء الله أصبت تأثير كبير جدا الحمد لله زي ما حدك قلت أنا أهلاوي وأنا حسب جمهور النادي الأهل أنا مشاجعة قبل ما يكون لعيب فدي برضو بتفرق شوية انت نفسك النادي الأهل يكسب وكمان بالصراحة تعب الزميلي كمان أنا كان حرام بعد الموجود اللي عملوه ده ما تعبت زمداني برحامل يعني انت نفسك ما تكراش برح أنا حضرك في لقطة كده كنت متفرج عليها فوق وانا مع الزم لا يعني في بركة وليس حسيت ان انت عايز قمو بتأكسوجين أنا يعني حسيتك تعبت أنا تعبت في التسخين والله أنا وانو انا بزخم فماتش حسيت ان الموضوع يبقى صعب بس زي ما انت حتقول بقى في الاخر روح الفانيلا هي اللي بتخريك تلعب أنا خلاص بايش حاس بنفسي أنا قول ماتش خلص أنا نمتع على الارض مش حسين يا عام مش قادرين نفس خلاص أنا وإيهب مش قادرين نتنفس خلاص يعني انت من التسخين تعبان اصلا مش قادر خلاص يعني والله العظيم مسفق عليك يعني بقى ما أنا لعيبة تبقى راجعة بس خلي بالك يا كابتناح من بقية اللاعبين نجوم وكان الماتش التاني اعتبر الحلقة تانية يعني في حلقة اولى والخبطة او الرجولة اللي قدوا بها في الملعب كانت هي الدافع انها حنا يقدر نكسب الماتش التانية بالظبط لا يعني بصراحة كابتن هيسم يعني عمر بالذات مع عمودي ومع أبراهيم الجمال عبص يا كابتن الروح من اكتر الناس اللي بتدي اللعيبة روح يعني وتشوف تعاملهم مع عمر زهران مع عبدالله اتنين سوء مع محمود وليد بس كانوا عن اتنين اللاعب ومبارح متعيطها و اضبط coding لا كادمة 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 اهice الحمد لله فتخيل بقى ان اللاعبة دى واقفة على لجليها بزباب وجود النجوم دي حواليها. هم يعني. عمر راح كلمه. اه. عمر كلمه وشجعه حتى احنا قلنا ايه ده. يعني يا قوت عصابك عمر في وقت قاتل. وانت بتوح تقول له ولعب ولعب راجل وبتاعه بتشجعه. بصراحة الموضوع بالنسبة للولد يعني هو انت منزله الملعب قدامه اسطورة اسماعيل احمد. وهيسم كمان لعيب دولي. معالي. فتتكلم اه. يعني دنيا بص. الحضن ده حضن البطولة ده اخلي بالك عايزين نشوفه كتير عمره. يعني بعد كل بطولة ان شاء الله تيدي الحضن ده وحنا نصوره ملاك شد عباس انت دي. يعني بقول لك يعني الحاجة اه يمكن انت كمان يا كابتن احمدك لك كبير جدا في الصفقات اللي حصلت. والله يا كابتن هيسم يعني سداني عشان مش عايز انسب فضل لنفسي. لا احنا بجد احنا عايز اقولك ان ده اكنه يعني زي ورشة عمل. انت بتتكلم. وش اخفي على الناس ان هو عشان العمل دي انت جزء منها يعني كابتن هيسم السعيد جزء منها. لا لا جزء لازم كل حد ياخد حقه. اه مودي وبرايم الجمال اتنين من كابتن فرقة جزء من الموضوع. طرق كابتن طرق الغنام. اه ناس كتير قوي يعني دايما كلنا في ظهر بعض بنحاول ان احنا نجيب للنادي زي ما مطلع ناشئين كويسين. لازم يعني الصفوة اللعيب اي لعيب موهبة كبيرة النادي الهري ده لازم يلعب فيه. انا عايز اعلم لك التفاصيل يا كابتن معلش ان اقطعت حدات تفاصيل مهمة جدا بس خلين زي ما اطلع للفاصل مهمة اعزائي مش هنين اطلع للفاصل سريع. واجرى لحداتكم عشان نتكلم كلامنا عن السفقات اللي حصلت السنة دي ولكن بعد الفاصل. كل سنة وحضراتكو طيبين ويا رب تبقى عشين واحد وعشين سعيدة على مصر كلها. والنادي الاهلي والاهلوية وبطولات. وتبقى سنة تعوضنا كتير على سفنا في عشين وعشين بس خلي بالكم عشين وعشين كانت حلوة برضو على النادي الاهلي. السلسية وبسكت وبتاعه وبطولات. اه فكل حاجة بيقى فيها جانب مظلم وجادم مضيق. بس انا اتمنى ان شاء الله عشين واحد وعشين تبقى جانب مضيق دائما ابدا وكل سنة وحضراتكو طيبين. كابتن يعني خليني اتكلم في الصفقات اه يمكن اه المركاته الاكبر في تاريخ بالصفقات دي. يعني احنا ممكن نبدأ بالصفقات اللي هي كتا اللي تعتبر فري يعني محمد مصطفى هو من اولاد النادي والناشئين نادي والعيب هايل ما شاء الله عليه. العلم اكفرق معنا جامل. افتقدنا جدا جدا. اه افتقدنا اضافة قوية جدا لنادي الاهلي. اه احمد مهيب كان خلص عقده مع نادي سبورتنج. ايه صفقة جميل. وكنت عايزة كان في حاجة لازم ارد عليها بملازمة احمد مهيب من زمان اوى يا كابتن هيسم ان على احدى القناوات تلع مدير النشاط رياضي في نادي سبورتنج. احدى القناوات لنادي. وقال ان احنا اه ماضينا مع احمد مهيب ولسه الموسم شغال ودي مش اخلاق ومش اخلاق. عايزة اقولك ان قبل محمد مهيب يمضي في النادي الاهلي. يعني وكنت انا كلمت اه عضو مجل صدارة نادي سبورتنج للدكتور كريم سرور. كلمت المدير الفني كابتن وقال بدر. كلمت المدير الاداري كابتن سامح صراح. وقلت لهم يا جماعة لا مش استأذنتهم بس يا جماعة لو انتو حتجددوا المهيب. احنا مش نخش في الصفقة اساسا عشان ما نبقاش احنا عامل ضغط عليكم اه من اللعيب. هما قالوا مش هنقدر نجدد له. فاستأذناهم ان احنا نمضي معا. وهم كانوا على علم بيوم الامضة. وكان نادي سبورتنج كان في الصورة في كل حاجة. استوربت جدا. انا مشكرا على الكلام دي كنت لعمل انت قلت. لا. ده 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 فعلا حدث بالفعل ان ان اه لما الكلام ده تقال على قناة اه قناة معينة انه هجوم على النادي الاهلي ان هو كده بيبوز الفرقة او بيمضي. لا ده ده من خلال نادي سبورتنج. يعني احنا دايما بناس لك القناة الشرعية. ده بالنسبة المهيب. اه بعد كده احنا عندنا اه احمد حمدي. كان في امريكا. و اه رجع علينا. كان عنده يعني كذا عرض هو فضل نادي الاهلي. وهو لعيب محترم. هو ممكن الناس لسه مش حاسة بوجوده. لا 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 ده مؤثر جدا. طبعا حقا عشان لعيب بسكت وداولي وفاهم. فممكن تعرف ادوار اللي هو بيأديها في الفرقة. بس هو لسه برضو ما الناس مش حاسة ان هو لسه اندمج قوي في فرقة. بس داني هو خامة ممشرة. بس خلينا نكمل احتفالنا على طريقة مؤمن زكريا. يعني الاحتفالات بتبقى لها يعني شكل تاني. فعندنا اللي انتم عملتوه جميل كمان مبارح خلينا نبتدي يعني معانا مفاجأة. اه معانا عمر طارق. ازايك عمر? ازاي كابتن عيسى. ايوة كده. ايوة كده. ايوة كده. ايوة كده. عليك عمر افتقدناك مبارح. وافتقدنا طبعا وجودك في الملعب. وانشان انا كمشاهد يعني افتقدتك واللعيبة كمان والجهاز الفني افتقدوك. طمن عليك الاول. والله الحمد لله يعني اللي هو اول يومين بس عمر اللي كانوا صعبين شوية. اللي هو اليوم اللي انا ريئتي فيه من اسماعيلية وتاني يوم. ويعني النهاردة الحمد لله احسن شوية. يعني في الاعراض طبعا كلها الفحة والتكسير والحرارة وكده احسن النهاردة يعني الحمد لله وفجدان اللي شم والتزوق. بس يعني الحمد لله هو الحمد لله دلوقتي احسن من قبل كده يعني. قولي شعورك ايه مبارح متو تفرج على الفرقة وانت نفسك تكون في الملعب. بيبقى قاسي جدا الشعور دي على اللعب. اه لأ حاجة يعني صعبة جدا 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 يعني. وتقدر تسئل عمر او طبعا كابتر احمد الجار فيه طبعا يعني شعور صعبة جدا طبعا ان انا بقاعد بره مش قادر ان انا اساعد في ايتي مش قادر ان انا علعب معاهم. والفرحة طبعا يعني مش قادر اوسط لك الفرحة كانت عاملة ازاي بعد اما كسبنا الحمد لله يعني امت كنت بطنطط وبزعها. وبدرجة ان انا يعني تعبت جدا بعد بعد الوقت ده يعني عادت اكوحة جامد جدا بسبب الزعيق وبسبب الانفعال مع الفاضش يعني. بس الحمد لله في الاخر يعني جب طايدة وكسبنا الحمد لله. الحمد لله. عمر قولي يمكن والمطشي شغال فيه كرة. الف سلام عليك عمر. الف سلام عليك حبيب ان شاء الله تتحسن وتبقى كويس. وان شاء الله تبقى في الملعب ورايب. اكيد فيه كرة شفتها في الملعب في المطشي في بتاع قلت ياه ده لو لو موجود ما كانتش الكرة دي راح. ده هو والله الحقيقة يعني 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 اللعيبة كانوا كلهم رجالة والفرقة كلهم رجالة. ويعني انا عايز اشكر بقى طبعا يعني انا شخصيا لان اللي هو شال مكاني وشال الفوزيشن بتاعي سيف سامير. يعني بحييه طبعا جدا جدا جدا. وعلى المطش الاولاني كمان اكثر من المطش التاني. لو المطش الاولاني تقريبا لعب 40 ديئة كاملين. ما تلاعش ولا ديئة من ملعب. والمطش التاني لعب فوق 30 ديئة. يعني راجل راجل ببعنا الكلمة يعني وقدر النواشي للمسئولية في غيابي وفي غياب عبدالفضيل طبعا. وبقيت اللعيبة طبعا كلهم يعني مش قد يعني عمرو ايهاب طبعا يعني ناس كلها كلمت وانتو كلمتوا عليهم كتير ان هما يقدروا ييجوا من يعني انا دلوقت حاسس باللي هما كانوا فيه. فان هما يقدروا ييجوا من التعب ومن يعني من التعب اللي هما كانوا فيه ده ويجوا يلعبوا على طول كده دي طبعا يعني حاجة تحسب لهم جدا. وبقيت الفرقة بقى مش عايزين برضو ننسى يعني دور البقية الرجالة بتوى الفرقة ومن زي ما قلت الحالتك من مطش الاولاني لان انا كنت موجود من المطش الاولاني كنت موجود في القوتل لحد قبل المطش بثلاث ساعات تقريبا. يعني انا مشيت لما تأكدوا خلاص ان نتيجة المسحة ايجابية. مشيت من القوتل حوالي ساعة خمسة تقريبا او خمسة ونص والمطش ساعة تمانية ونصف. وكنت شايف الاجواء عاملة ازاي وشايف البنيا عاملة ازاي والتوتر اللي الفرقة كانت فيه واللعبة كانت فيه. لسه مش عارفين مين هيلعب ومش عارفين مين مش هيلعب ومش عارفين اي حاجة خالص يعني. وكل شوية يقولوا لنا ناس ايجابية وناس سلبية وفيعني ان هما ينزلوا اليوم ده ويلعبوا بالمستوى اللي هما لعبوا بيه ويظهروا بالآداء ده. ونبقى كسبانين وطول المطش كسبانين يعني وفي الاخر المطش اتخطف مننا يعني فبحي كل الرجالة وكل الابطال اللي في الفرقة يعني. احنا اللي بنحييك يا عمر وان شاء الله تبقى كويس اهم حاجة عندنا سيبك من البطولات وسيبك من الدوري اهم حاجة سلامتك وصحتك. وان انت ترجع وسطينا تاني. دي اهم حاجة عندنا عمر طبعا عمر طارق. ان شاء الله. انت لعيب جميل ولعيب مؤثر وان شاء الله نشوفك في الملعب. بشكرك عمر. يا رب ان شاء الله ومزيد من البطولات ان شاء الله نحتفل بها مع بعض. ان شاء الله عمر بازن الله. عمر عبر السكايب طبعا من العزل المنزلي بشكرك شكرا جزيرا وان شاء الله منتظرنا قريبا في الملعب وان شاء الله تنورنا في الستوديو بازن الله. ان شاء الله شكرا كابتا نايز. عزيزي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان نرجع نكمل كلامنا عالكواليس كواليس المكسب والانتصارات وكل سنة وحضراتكم طيبين ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وزا ما كنا ودائما ابدا ضد التعصب. الحقيقة في ناس بتتعمد تعمل حساسيات ما بين الاتحاد السكنديري ونادي الاهلي وخاصة يمكن اسماعيل وعمر الجندي واللقاط اللي حصلت في المباراة ودي بتحصل في كل ملعب العالم. اتحاد السكنديري كل كل اتحاول تقدير لنادي الاتحاد وجهازه الفني ومجلس ادارته والجماهيره كبيرة طبعا. مستحيل ابدا حد هيدخل يعني يبتدي اتك او بتدي يدوس على الحتة. دي يمكن عم كلامي صح ولا حاجة يمكن في السوشيال ميديا في ناس بتعيش على الموضوع ده. انا. ممكن انت نزلت فيديو كمان بخصوص الموضوع. بالزبط انا وضحت عشان انا حسيت ان هم عايزين ياخدوا من فرحتنا ويودونا بقى الحتة تانية خالص ان احنا بقى لسك يعني مش رياضة خالص. فانا عبيت ان انا اوقف الكلام. حتى في ناس في يعني حاجات فيه تجاوزات. كنت بتكلم مع كابتن احمد الجرحي. ان انا غالبا في ناس هناخد قدامها يعني موقف في مباحث الالكترونية. عشان التجاوز اللي حصل يعني. بس النقطة اللي نتكلم فيها ان انا كابتن اسماعيل اللي هو ده اسطورة ويعني اكبر مني سنا. واكيد انا باحترم يعني وباحترم في الاتحاد. انا ما تجاوزتش في حق احد خالص. انا كله قلته بعد ما ماتش احنا الاهلي احنا خلاص. احنا ان شاء الله نكسب كل البطولات. وده من حق ان انا باحتفل بفريقي. في وسط. ودوء امورك بالبطولات دي. مش موجهة تدي حد. مش موجهة تدي حد. ودد احداك هتبتتكلم ان احنا كسيمة بطولة في الظروف السسنائية. الغيابات. ومساحات بتطلع متأخر. وبتلعب من غير عمر طارق. احسن سنتر في افريقيا. بتلعب من غير عبد الفضيل. بتلعب من غير مودي. في ظروف صعبة. اجايين من البيت. وكل ده والحمد لله ربنا بكرمنا وبنكسب. فانا طبيعي. الواحد بقى مدغوط. وده نرفزت ملعب حتى لانا كابتن اسماعيل يعني كلمته بطريقة ممكن مش كويسة. انا اصلا في صديق بنا يعني متى. صديق شخص ليه وليه. اه كلمه. هو. وتوصل معاه. ووصل له فجرة نظري. وانا انا ان شاء الله اكلمه كبكرة كده ان شاء الله. عشان اقفل الموضوع خالص. ده ده اللي بيني وبينه. وده اللي بين قصر الكرة السلة اللي احنا كلنا. ونرفزت الملعب طبعا اكيد. واكيد اسماعيل لا يكبير. ده هو قاله اصلا ده زي اخوية صغير. وانا ما عنديش معاه مشاكل يعني. بس انا برضو يعني حتى لو هو واحد زي اخوية كبير زعل مني. ينفعش بازعلم مني. بس انا في الاخر انا بقولك انا حتى يعني ما ما غلطش فيه يعني. هو كل يعني ملعب يا هو حاجات في الملعب انا بحاول اكسب. هو بحاول يكسب. فما فيش اي حاجة هو زي ما اسطورة. مسيرة مشرفة. بس انا عايز اكسب. وهلعب بنفس الروح بنفس الحماس في المرشات الجيانة. انا عايز اكسب برضو. وما نديش فرصة يعني للفتنة زي ما بيقولوا احنا يعني اسرة واحدة ويعني وبلد واحدة. احنا تد التعصب تماما. ودد ان يبقى فيه عصبية. احنا كبان كرة السلة يعني عيلة واحدة. صحيح. احنا غير الالعاب التانية احنا الاسرة كلها قريبة من بعض. انا لعبت الاتحد والاخواتي. كابتان عمان اسماعيل اخوها الكبير. اه انا كنت اه في مدينة اسكندريا بتمرن في المنتخة في نادي الاتحاد الناس. صحيح. الناس مخترمة وبنقابل الجماهير نادي الاتحاد الصلاة جوه النادي. محدش يعني بيعملونا باحترام والدنيا كويسة. صحيح. فما اه ما نخشش بقى اللي عمر غلط انا انا مغلطش في حد. انا كله قلته ان انا بوعد جامهيري ببطراط ونحن ان شاء الله الوقت الجايب اه وقتنا. فيش يعني انا اصدق لي يعني يا جماعة مش لازم يعني كل حاجة نحاول نلقي لها اه طريقة ان احنا نزود التعصب يا جماعة دي رياضة. احنا بنقول كل الاحترام والتقدير لدي الاتحاد. والاسماعيل احمد بالاخص اسماعيل احمد لعب اسطورة كبير جدا. انا وكلنا بنحبه. وشرف ان هو موجود لغاية دلوقتي في الملاعب ده يعني حاجة ما شاء الله يعني في السن ده ولسه بيلعب بالمستوى ده. فلا اسماعيل يعني اه حتى لو كان زعلان ما عمر كل قصة عمر انه في ملاعب كان بيحاول يضغط عليه نفسيا. ودي امور مشروعة يعني بدون تجاوزات بدون الفوز عم ما تلفزش يعني. تقول ايه اللي بيحاول انا انا قريت وجالي حاجات. تقول ايه اللي بيحاول يعني يعمل يعمل تربة خاصبة للازمات والمشاكل. تقول له ايه? لأ هقول له بعد عن البسكت ما تشجعش بسكت شجع اي رياضة تانية. احنا في البسكت كلنا اخواته كلنا نعرف بعض وكلنا. يعني انا هقولك ان السن فات ناتحات فاس بالتلت بطولات. والله يصدقني ان كل جهاز النادي الاتحادي الاداري والفني انا مكلمهم واحد واحد في التليفون بباركلهم. وفي الماتشاط بنسلم على بعض وهو اللي كسبان. كنت انا باكلمهم واحد واحد الماتشاطة باركلهم. مفيش بيننا كده المفروض ان احنا بننتظر ان هما يباركلنا على البطولة البطولات اللي جاية انت عارف في البسكت عندنا مفيش احتكار. خالص. صعب انت عندك خمس ست فرق زي بعض. ده حتى اللي بيت عن الستة. وارد تروح تلقى بالتامة تخسر. بالزبط يعني انت بتتكلم في وده حصل على فكرة. اه. يعني ده حصل يعني نادي الزماري خسر السنة دي من 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 تأمين. خسر خسر من نهاية كانت سويس. صحيح? وارد كده. اه. انت بتتكلم ان اه لا يعني اولهم البسكت احنا احنا بنقادر اسكندرية ميم فينا ركب تنهايسا من وهو في الناشئين. ما بحبش رعب استات اسكندرية. اه. ما بحبش شوف جمهور اسكندرية. حتى وهو في الفاظ من الجمهوركة بتبقى بدعابة. صحيح. يعني بتبقى مبسوط حتى لو انت بتسمعها. كلنا بنبراحين مبسوطين وحب دالها بالزبط. اه اسكندرية يعني او نادي الاتحاد اه من اكبر الفرق في كورت السلة على مستوى الوطن العربي. اه. في ناس بس في عقلاء برو زي يقول لك زي زي كابتن عصامي جاهد رجل بيشجع فرقته جامع جدا. طرم جدا. سراجل نهاردة كاتب نهاردة على فيسبوك يعني نقول للناس يعني مبروك للاهل يهرض لك الاتحاد وحتى لو في حد يتجاوز احنا مش عايزين نكبر المواضيع. صحيح. ده احنا عايزين الامثلة زي كابتن عصامي تبقى دايما هي اللي بتوقف الناس عند اه. متصدر عن المشهد. طبعا. اه متصدر عن المشهد. طبعا. فمن هنا. احنا يا كابتن احمد. انا اسف ان بقى قطعتك. بل احنا قلنا في الستوديو احنا اكتر مكان سعيد اني بقى فيه فرقي السيدات في اتحاد اسكنداري. بالضبط والنادي. بالنحا credentials ندي اتحاد اسكنداري طول ما بيبقى كوي في البسكت. المنتخب الكوي. المنتخب الكوي. والدوري كوي. يعني نادي اتحاد اسكنداري ده طرف اساسي في كورتسالة. ححي. فهو مربع طول عمره اهل زمالك جزيرة التحاد. يعني طول عمر الاربع فرق دايما طول ما بيبقى فيهم. اه منافسة طول ما منتخب مصر قوي. فاحنا اللي بنقال لنادي اتحاد العكس انت 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 يعني بالنادي اتحاد كبير انت عشو كده انت مكسبك كبير. صحيح. فبنحييه وبنحيي كابتن مرعي وجهازه واللعيبة وعلى رأسهم الصنعة طبعا. اكي. طب قولي اه دي دي الناس بتقولك دي القضية ممكن برضو بتشبهها. سفة. سفة عمل حركة عفوية. تعرفي سفة لما عمل كده عادت تقوله لسه لسه في الاستوديو. اه. هتحس ان هي القضية ممكن بس بقولك ايه خلعت اه عمر الجن دي الدي هالو هاي? عمر لا مش دي اللي قابليه. انت ديت هالو عمرو صح? انا بس صح. عمر الدي هالو. انت عادت مرقى دي انت شايفه انت شايفه. انا شفته عشان هو انا وكنت بالعب هاي سامون وان فانا لمحت ان اه. اه. كابتن اسماعيل جاي عايز اخد الهلب وكان متأكد ان انا اله هلعب على البسك. اه. فهو ابتدأ يبعد عن سيف ويقرب مني فانا استنيت لحظة معينة ان هو قرب قوي. بس سيف بص في عينيك. ايه انا بصيت له. اه. ورحت مدها الا اول ما كابتسمعين اتقدم خطوطين زيادة شوية. هو سيف اتحرك كويس اول. اه اه اه. اه اه. انا بص انت عملت تقلع عالكورة. بص دي اول بدأت بالضيف بتاع ايه? هو قيل لك سيان جدا. بس نبع. وفي امريكاني بيعمل ضيف كده? لا. بس بص هتلاقي سيف كابتن هايسم زي بقول لك. بص سيف. ممكن يفضل واقفك انا. بس سيف اتحرك كويس اوي. بص اتحرك العكس اه كورة. وفنشها وهو استهلة. يعني يمكن دي الناس هتفتكرها له. لان سيف فعلا مجمل المطشين. يستاهل ان هو يبقى ليه حاجة الناس تفتكرها. يعني بصمة. يعني دانك اللي حطوا في الاخر كمية دهول انت ولا كمية عملة. كان فيه دانك حطوا في الاخر. اه 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 اه. والكرة دي خلعت قلوبنا الكرة دي. خلعت قلوبنا. بص بص هاب. هاب وقع على الكاميرا خلي بالك. هو مقاتل اه. هاب وقع على الكاميرا. يعني يعني انا لسه بقول فوق كان ممكن يتعور. بس كان فيه فدائية. ما شاء الله. وكمان ده. بس عايز عايز اقول حاجة برضو كابتن. اه. ابو النصر رجولة الدنيا. طب. والاخرى. مقاتل برضو ابو النصر. لا احنا لازم يدي له حقه بامانة كابتن. هو يعني جندي مجهول. يعني. لا ده بقاش مجهول. اه. المجهول المعلوم. هو ما شاء الله انا لسه كنت بتكلم معاه. قلت له ابو النصر البطولة دي ان شاء الله تبقى بتاعتك. انت هو لعب كل الماتشاط اه من اول دور مرتبط وما غابش. ولاعب كل الماتشاط ومشاء الله عليه مستوى ثابت. موجود في اي وقت بيلعب. بيدافع كمانا كنت العمر. بيعمل كل حاجة. ما شاء الله عليه. رجوله هو وحتمت بحيري. انا عايز اقول لك يا جماعة عمر بيتكلم على ابو النصر هو في مركزه. يعني يعني اللي بيشيد بيه ابو النصر في مركز عمر. واللي بيشيده ببعض واللي الروح جميلة بص عمر حافظوا الروح دي. بص هو هو احنا فنيا كل احنا الفرق في كزا فرق يوم بعض. احنا الفرقة اللي بتحب بعض اكتر وعندها روح اكتر هي اللي بتكسب بطولة. يعني بص الجمال جايب محمد مصطفى? اه. لا. هو الجمال دوره كبير قوي 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 برا ما لحب هو موت الجارحي الصراحة. يعني الجمال كمان ما انا حاسس بفرحيته. ان هو اه. عمر طارق اه. بالزبط اه كانوا كانوا معنا والله. اه. لا انا عايز اقولك ان انتم يعني اه ابهرتونا بالروح. يا كابتن احمد ايه كسة ده بقى طالت درجة تالتة. ده عدى مرحلة انه بقى مشجع. عايت بعد المتش. كان نفسي تشوفه هو بعايت بعد المتش. ده عايت? اه لا لا لا. يا كابتن انت بصور الكلام ده وبعتوله يا كابتن. ما حدش فاضي للتصميم ساعة. لا بعد كده ان شاء الله محترم جدا. اه بيتمرم بمنتهى الجدية. بيحب الفريق. الفريق كله بيحبه. هو العيب اه مؤسر جدا بالنسبة لنا. اقول ده يا كابتن انا يعني انت. الكابتن اشرف سمانا بيقول معلش يا جماعة هتقولي حتة بالدم. الديفنس بالدم هتهالي تاني دي يا جماعة. بس عايزين نقول بس ان الديفنس بالدم دي. مش انعور حد يعني. اه يعني احنا قصده بقلم يعني. اه. ما شماله الراجل ده مع هايزم. ايه. مكلموا مبادرة. مكلموا مبادرة. مع هايزم. فهعد من تاحد. مش كل مرة الراجل يروح انا عادل داخل كده. خلاص ركزوا في التعليمات اللي بقولها بنيز. بنيز. اوكي. مبادرة. بالوقت يا جديد. انا هننفع تلوقت. بصراحة هو بيتعب يعني لما كنتش أشرف يبقى بالسن ده والمكانة دي وينزل بركبه وإيده بيتعب كابتن نايسا ولازم كابتن أجاري الجديدة يعني يمكن إحنا التلاتة اتمرنا مع كابتن أشرف وإنت أكبرنا ولعبت معاه في المنتخب طب كابتن خلينا اسمعها تاني ما يفشش منك ما يفشش منك طول ما فيه أنت شعب أحب أمين ضاغط أو كنترول ونخلي الرجبة زي ما أنت عملت بديد ناية شريح لها جدك عشان المهمة كابتن أحمد قولي يعني دلوقتي بقى أنا عايز أتطمن من الحاجة أنتو هنقفل صفحة البطولة دي إن شاء الله طيب إحنا عفلناها خلاص إحنا عندنا اللي جاي إيه؟ إحنا عندنا اللي جاي إن شاء الله كاس مصر هنلعب دور الستاشر فيه لسه اللي هيكسب من الترام والنادي الشرقية لدخان تمام هنمشي بقى إن شاء الله في كاس مصر تقريباً بيقف كاس مصر سكتنا مين أوله أوله أه يقف كاس مصر وبعدين بيقف في الدور قبل النهائي يعني قبل الدور قبل النهائي دايماً بيتلاعب سكتنا حد مهمة كمانية أو حد من الكبار مفيش حد من المربع الكبير لأه صعب الجياد أظن في الكبار مفيش حد من إحنا أول تصادم مع الفرقة الكبار مع كبارة زمالك وسموح بالزبط بس كنت عايز أقول بس فضل عشان بقول لاجيال دايماً الجديدة اللي هي على فيسبوك أو بيشجعه ممكن ما حضرهش تاريخ كابتن أشرف مع النادي الأهلي وتأسيسه لفرقة النادي الأهلي في أول ألفينيات أو آخر تسعينات لو تفتكر الجيل اللي كان بلعبو صادق فكابتناشه حق البطولات كتيرة أول حق يعني يمكن البطولة دي بتدي له يعني جزء من حقه اللي ما يعرفوش يبدأ يشوف شغر كابتن أشرف شوف بصامته شوف فرقة النادي الأهلي الوقتي عنده النادي الأهلي عنده فرقة الوقتي تنافس عشر سنين تمام؟ ثلاث أجهر ودي بتبقى قوة المدرب إن انت مش بتيجي عشان عايز تكسب بطولة وتمشي لا انت لازم تبني للنادي المكان اللي انت فيه فريق فكابتن أشرف فعلاً بيتعب كابتن أشرف متعب في الشغل أي لعيبة أو أي مدرب أو أي حد بيتعب مع كابتن أشرف إن هو يعني دايماً ألم ورقة يعني أنت دايماً هو ما بيسبش حاجة للصدفة التفاصيل القليلة دايماً إحنا بنشتغل عليها يمكن العيبة بتحس بكده والجهاز بيحس بكده ففعلاً هو يستاهل يمكن هو اللي أسس لكرة السلحة الحديثة في مصر ويدخل الدفنس الحديث ودخل بالزبط بالزبط هو درس وشاف وراح سربيا وراح روسيا بالزبط أنا يمكن أنا محظوظ إن أنا بشتغل مع اتنين مدرين فنين في نفس السنة يعني كابتن سيد مصطفى والكابتن أشرف توفيق كابتن سيد بصراحة ما شاء الله عليه يعني دوره مهم وكبير جداً في الفرقة ويعني حاجة بصراحة مدرب كبير فالنادي الأهلي محظوظ إن هو بيمترك الاتنين دول في وقت واحد اتنين فعلاً ما شاء الله بيحبه والنادي الأهلي جداً روح كويسة في الجهاز وتنقلك اللعيبة بقت الروح كويسة في اللعيبة يمكن عمر إنت قلت لي وإحنا بنسجل معاك في النادي قلت لي إن أنا مستاني بتروط أفراكة إنت كنت حضرتها وجيت بطول أفراكة القلبية طبعاً نفسك تلعبها رجال ولا لا؟ أكيد طبعاً ده يعني إحنا أهداف قدامنا السنة دي إن إحنا إن شاء الله أول بطولة خدناها لسه عندنا بطولتين كمان أو ثلاث بطولات كمان والاهم الدور العام عشان نقدر نشترك السين الجاي بطولة أفراكيا بالزارة تحتاجات الأفروليج إحنا دلوقتي مع جهاز فني ومع دعم الإدارة إحنا فريق نقدر نروح بعيد نقدر نعمل نكتب تاريخ لنفسنا والماكن اللي إحنا فيه إن إحنا إن شاء الله نكسب تبقى حجبة كده تبقى حجبة النادر أهلي مش اللعنة بنخطف بطولة ونغيب سنة ونكسب بطولة عجبني روحك يا عمو الله بالزبطة أنا عايزين كلام مهم وكلام ده لعيب البطولة تتأخر أن هو يجي النادر أهلي فو يجي مبادري والله بس عايز أقول لك إن هي يعني إيه تأتي متأخراً تتخبرونيش مصابرونيش يعني أنا كنا عايزين يا فعلي في السنة إنت أول معسكر منتخب كنت معايا في ليبيا كنا عايزين في القوضة مع بعض أنت كنت أعلم كما حتش في السنة أنا كنت أعلم وكان ما كنتش أعرف نام منه كان هو يحيبر شوية وصغير أكتر من كده وكان أنا بحب نام أضل من القوضة هو ما كانش يضل أصلا خفاش ما بينامش لا يا عمر عايز أنام ضلم يا عابن يقول لي يا عكبتل أنا مش عارف ده لك يا تأياب حلو الله وانت طلعتك يعني اللعب كويس يعني ولعب مهم طب قول لي يا عمر فخور اللي لعبت جنبك وجنب الجيل الدهب يعني مصر أكيد إن شاء الله قول لي برضو عمر يعني يمكن الغيابات اللي حصلت وانت غيبت ولعيبة ما كانتش موجودة والفرقة لعبت من غيركو أكيد لما نكمل لما نكمل كلنا إن شاء الله يا رب بإذن الله وما بقاش في حد ناقص هتبقى الموضوع مختلف تماماً طبعاً طبعاً احنا محتاجين وقت حد فكرة أنا ده تاني ماتش راس ملعبه جنب إيهاب أمين مثلاً في نادي الأهلي إيهاب كان غاب مصاب في دولة المرتبط بعد كده رجع لعب ماتش الزمالك الأولاني لعبنا مع بعض إيدنا نكسب بعد كده ملعبش التاني وأنا هو ملعبناش ماتش سبورتين ولعبنا ماتش النهوة مبارح بس فأنا فيه لعيبة لسه ملعبناش ولما اتمرناش بال يعني كتير مع بعض لسه عندنا أحسن ولسه فيه التفاهم ما وصلش لمية في المية بس الفوز كان مهم واتباعاً اهاب ممكن ما يكونش لعب كتير مع عمر مع عمر طارق لا لا ملعبش ماتش بقى واحد ماتش الزمالك بس دي حقيقة دي حقيقة فإحنا لسه ما وصلناش لمية في المية إحنا اللي عود يعني الانسجام الفني الروح والحماس بتاعنا إحنا لو قدرنا بالروح والحماس دي نستمر نبدأ نستمر ونكمل ونتمر مع بعض أكتر ونشارك في ماتشات بطولات أكتر إن شاء الله بقول لك حضرتك يعني عندنا فرصة إن إحنا نكتب يبقى جيل يعني جيل يعمل لنفسه عشر اتنشر بطولة في نادي الأهل تعرف عمر انت عملت حاجة كويسة وانت عايف انت لو بيبقى عندك فحمة بتبقى ولعب تحط في فحمة فبتولع الفحمة اللي حوليها بالظبط ده مثال بالظبط اللي هو بيحصل كابتان هايسا يعني عمر الجندي بقى مانا بارح وإحنا بنتفرج والفرقة بدأت مع نوايتها تهبط لما حصل توفيق عالي جدا من التحدي السكنداري عمر اللي سحب الفرقة وقافها بروح بقى لو شفت اللي حصل يعني كمان اللي جوه قط اللبس أكتر من اللي قدام الكاميرا اللي جوه قط اللبس يعني فعلا كتلة حماس آآ هو بداية هو الشرارة الأولى ليها ومعه مودي ومعه الجمال وفوق الفرح لكل المغنوبين فرق عشرة آآ آآ سيف 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 فعلا سيف آآ يعني بصراحة يا سيداني سيف يعني في أحسن مستوياته دلوقتي يمكن قبل الكورونا كمان كان أعلى وأعلى وآآ لان انا بشوف ناس كتير سعب بتيجي على سيف لكن سيف سمير العيب كبير وآآ ولعيب مهم كسبنا بطول اه الحمد وان شاء الله هيكسبنا تاني آآ وربنا عوضوا عن التعب وده بالقضية بالظبط يعني اعنا دلوقتي كمان احنا الجمال راجع من كورونا صحيح وحايتم راجع من كورونا وصيف راجع من كورونا بالظبط فعنا حتى وقت والجمال بتلقى من كورونا داخل في سبيل عمك فسبيلين آآ بس ما شاء الله يعني وماتش الزهاب كان موفق جدا نعب كويس ومبارح ولسه الجمال السنة دي يعني من قبل الوقف ما نوقف ووقف المنتخب ما شاء الله كمان أحسن اللعيبة ثبتنا على المستوى في أول دور المرتبط واحنا السيد ان شاء الله يعني احنا زي ما قلت حضاك احنا لعيبة كتير وكلنا يقدر بنشيل بعض وكل واحد يابع عنده وقت في الموسم هو اللي هشيل للفريق ومحدش باصل حد ودي اهم حاجة ان احنا كلنا حطين هدف قدامنا ان احنا ان شاء الله نحق ابو طلاط للنادي الاهل يعني ما هو اصلا منو عاصم اهلوية في الكرة نعم فاهم نعم لسوا دي الباستكت بقى فيه العيلة مشتتة دلوقتي بس خلي بالك نادي الجزيرة جرانة وحبيبنا ومناس محترمين جدا طبعا ومعاملة كاتشيك في صنتقال عمر وعمر فيعني لا نادي الجزيرة نادي كبير وليه تاريخ ونادي الجزيرة دايما بنادي مثل بيه ان هو النادي اللي عمل يعني عمل المعضلة ما شفتهاش في تاريخ ان انت لما يعني دايما المكسب بيجي ادارة ولعيبة ومدير فني وجمهور دايما كان هو عنده ضلع ناقص الجمهور وبيكسب بطولات ودي كانت حاجة صعبة جدا مش دلوقتي مش زي الاندي في اندية اجتماعية كسبة بطولات دلوقتي نادي الجزيرة كان بيكسب في عز ما الصالة كانت بيبقى مقفولة عشر تلاف متفرج وخمساشر وما قبله بالزبط كابتن احمد بشكرك شكرا جزيرا والف من يوم مبروك نورتين وانشرفتين هيا كابتن اشكرك كابتن هاي سامو اتمنى اتمنى من ان شاء الله متحاد الباسكت ان احنا خلاص اللي فات مات زي ما بيقولوا ان احنا دايما يبحثوا دايما ان احنا نلعب بطولاتنا احنا كاملين والزمال الكامل والاتحاد كامل والجزيرة كامل واللي ربنا كرم وموفقه هو اللي يفوز ان شاء الله خلي بالك احنا مخلصناش احنا في تورتة بس هنطلع فاصل انا بشكرك بس على اللقاء بس التورتة جاية ان شاء الله عمر نورتين وانشرفتيني وبعد الفاصل في تورتة كده عمر بس الوازل بس انت تلالي لحفتان شوية الضر كان صعب ان شاء الله خلينا نطلع فاصل عزيزي المشاهدين ونرجع التقليد اللي احنا طبعا اتدعناها منذ البداية وهنظل عليه ان شاء الله تورتة بنجيبها ونقطها مع الأبطال ولكن بعد الفاصل الفرحة حلوة جدا 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 وزا ما قلتلكوا دايما لما الفرحة بتيجي بعد مجهود ومشقة وتعب وكرونا ومعوقات انتوا عارفينها ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيكرم بعد صعاب زي دي تبقى الفرحة كويسة وكمان احنا على قد المكسب على قد ما بنكبر التورتة شوي يعني التورتة مكنتش كده احنا خبرناها عشان متلطين فا يعني كل ما هنكسب يعني احنا بتهيق ليه في الدنيا عمر عامل ضايت عمر عامل ضايت كواس يعني نص التورتة دي عامل كده نص التورتة بس اه نص التورتة كده هيبع يعني حقلت شغل كلمان بقى تعمل معي فتر بفاتر بتهيقلي برضو يا كابتن لما بتلاقي الدنيا يعني يعني الناس حسب مكسبك وحسب قدين تكسبت سواء جمهور سواء قناتك سواء النابي ده بيضعف الفرحة معايا اكي طبعا اكي هدي بحيك ايه اه طبعا بتا عدسك تطر بصة للتورتة بركز انت ها بس بجد والله لازم بجد نشكر كنات الاهلي جدا على الماغورين معينا في اسماعيلية وموطين كل الماتشاط والاستوديو كله ورحمة كله بقى اه والناس بجد العملوا التورتة دي شكرا جدا لا انا عايز اقولكوا ان يعني الابطال لما خدنا اسمه وخدناه منكم لانو احنا احنا مش ابطال احنا كنا مثلا ابطال بس دلوقتي مين الابطال هو انتو وفي وقت من الاوقات احنا احطرنا في اسمه البرنامي الكتير بس الحقيقة النادي الاهلي مليان ابطال كنت ناسة من اللي انتو دايما بتعمله ده واسم النادي الاهلي واللي دايما اللعيب بيشوفه ده بيبقى عامل جذب اللعيبة يعني عمر تقريبا خد بطولات كتير ما شاء الله بس انبارح حس احساس مختلف هو بياخد بطولة مع النادي الاهلي النادي الاهلي فعلا بطولته بتبقى كبيرة ايا كانت البطولة دي ايه بطولته بتبقى كبيرة. النادي الاهلي بيكبر اي حد موجود جواه. صحيح. حاجة بتقول عمرك بتقول تشارتي النادي الاهلي تقيل. طبعا. 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 وللبسه لازم يكون على قد التشارتي. طبعا. طبعا. وخلينا اقول لكم كمان يا جماعة يعني آآ بتبقى حلوة جدا الفرحة كمان لما بتبقى في بداية مشوار الفريق في الموسيم. يعني انت اول بطولة بتخدها في الموسم دي بتبقى دافع ليك وبيبديك استابلتي اكتر. ان انت تقدر شكرا نفانا. ان انت تقدر اه يعني اه لما لا سكيا ديش نطع الطورة. اه يعني بيبديك استابلتي وبيديك حتى اه اه. بتاخد نفس. بتاخد نفس كمان عشان ايه تبدأ تقدر كامل. انما لو في اول موسم طاق صرت البطولة بيبقى الموضوع صحيح. طب يلا بينا. نطق انه قطع الطورة كده عم. يلا بس البيت ها? ماشي. ها? انتو الابطال انت لو قطعه. انا معنا بقى انا معا ازاي كده بس ماشي. يلا بينا لأ من دوة بقى عامل شوية من ملاك. انا هتمنى بردو ان شاء الله ان كل ابو طلب. ان شاء الله بإزن الله. من قدام? لا من قدام. ايوة. هات بقى ارجع بورا كده بقى. ايوة. استاذ. استاذ الله يعني انا سعيد جدا بالروح دي. سعيد جدا ان احنا اه بنشارك ابطالنا فرحتهم. وهو ده برنامجنا برنامج الابطال. وعايز اقول لكم كمان انه جمهور الاهلي. ونهوره ده حماة جمهور وقف معنا وقفة جمدة جدا جدا وساندنا. الحقيقة انا بشكر جمهور الاهلي واكيد انتو حسيته ده بالمساندة دي. طب. يعني سواء سيدات. سينا بيها هكتر بعد فصل. دعم ودعوات اه حسيت يعني ان هما في ظهري طول الوقت الاصابة يعني طول وقت الكورونا كانوا موبايل مش بسكت ورا السوشيال ميديا عندي بشكرهم جدا عدعمهم والحمد لله انا حضرنا جزء يعني فرحيتهم ان شاء الله. جمهوره ده حماة. وبشكر ديوفي طبعا وفي الاخر بس بختم اه كلمة دائما امد انا بحب بختم بيها النادي الاهلي كيان. موسيقى 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 اشهل من تاريخ الاهلي ده الاسم اللي مشارطة في مصر الاهلي في دم اللي حبه عامل زي الروح بول قسم الكرة حيب اسمع اهلي لو كنا تسميها بعز الاهلي كيان ومكان الاهلي في كل زمان ده الاسم اللي مشارطة في مصر الاهلي كيان ومكان الاهلي في كل زمان ندي الشياطين بحمر الاهلي الاهلي كيان ومكان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة